نرجع بقى للجلسة النهاردة كان فيه مطالبات من عدد من النواب بالمناسبة ان هما يردوا يحصل فيه رد على طلبات اتقدمت قبل كده تجاه طبعا مشهد مؤسف جدا يمكن البعض تابعوا بخصوص عدد من المصريين واحتجازهم وتعذبهم وصحيح المسألة مؤسفة وتوجع وانك تحس ان مصري يعني يحصل معا حاجة زي كده من متطرفين وارهابيين ومرتزقة ميليشيات تقدر تقول عنهم وتوصفهم باي شيء لكن انك تمس مصري دي صعبة لما تشوف على مواقع التواصل الاجتماعي قد ايه الناس يعني طبعا منفعلة جدا تجاه هذا الكلام بس على فكرة الانفعال مصحوب ويمكن ده اللي قال الدكتور علي عبدالعال ان بقى فيه وعي تجاه المواطن المصري العادي انه لا مش هنسيب حقنا يعني المسألة انا مش عايزة بس ارجع لحظاتكم يعني فترة فاتت كده ومشهد كان طبعا مؤسف لكن ردت الدولة المصرية وردت بالقوة المطلوبة وحفظا لكرامة مصر وكرامة المصريين فعشان كده دكتور علي عبدالعال لما تم الإشارة للموقف ده وللمشهد ده فقال فيما معناه اصبروا اصبروا مش هنسيب حقنا ومش هنسيب حق ولادنا ومصر مش هتفرط حق ولادها لكن احنا اللي بنحدد توقيت ومكان الرد فاصبروا صبرا جميلة